بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرثلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 12 دائما لازلنا في درس الأعداد من 0 إلى 999 إذن ثانيا تمثل البطائق التالية النقط التي حصل عليها أزار وتسليت في لعبة للرماية أحسب عدد النقط التي سجلها كل من أزار وتسليت ثم أملأ جداول التحويل وأحدد الفائز إذن سوف نحسب عدد النقط التي سجلها كل من أزار وتسليت ثم نملأ الجداول ثم نحدد الفائز إذن نبدأ على بركة الله إذن بالنسبة لأزار هذه هي يعني النقط بالنسبة لنقطة واحد يعني بها بطاقتان إذن واحد يعني هنا وحدات هنا عشرة عشرات مئة مئات إذن بالنسبة لواحد إذن حصل على بطاقتين إذن سوف نكتب بطاقتين يعني اتنان بالنسبة لعشرات نقط حصل على خمس بطاقات خمس بطاقات يعني خمسة في العشرات بالنسبة للمئات كم حصل من بطاقة أربع بطاقات إذن أربع إذن حصل على بطاقتين في واحد خمس بطاقات في عشرة وأربع بطاقات في مئة سوف نملأ نعم هذه الخانات إذن بالنسبة لكي لا يتشكل علي الأمر ولاحظوا الألوان إذن هذا اللون يتكون من ثلاثة خانات فإنه يمثل المئات يعني المئات كم عندنا من مئات؟ عندنا أربعة يعني أربع مئات إذن عندنا أربع مئة إذن أربعة في مئة هي أربع مئة يعني نفكك أربعة في مئة أربعة في مئة هي أربع مئة بالنسبة للعشرات خانتان عشرات خمسة إذن خمسة في عشرة خمس مرات عشرة خمسة في عشرة خمسون إذن خمسون بالنسبة للوحدات بطاقة يعني إثنان في واحد إثنان سوف أمثلهم في المعداد إذن بالنسبة للوحدات عندني يعني إثنان إثنان في الوحدات سوف أمثلهم بهذه الحلقات يعني واحد إثنان وأكتبوا إثنان في العشرات كم يوجدوا عندي في العشرات؟ خمس عشرات يعني خمس عشرات خمسة يعني خمس مرات عشرة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة بالنسبة للمئات المئات كم من بطاقة؟ أربع بطاقات يعني أربع مرات مئة إذن في الوحدات إثنان في العشرات خمسة وفي المئات أربعة يعني نفس العداد نفس يعني البطاقة المحصل عليها يعني أن أزال حصل على بطاقتين في واحد يعني في الوحدات حصل على عشر بطاقات في العشرات وحصل على أربع بطاقات في مئة نقطة يعني مئة نقطة حصل على أربع مرات عليها وفي عشر نقاط حصل خمس مرات عليها وفي نقطة واحدة حصل على هذه البطاقة مرتين إذن العدد اربعمائة واثنان وخمسون نقطة ننتقل الى تسليس بالنسبة لنقطة كم من مرة حصلت على ثلاث بطاقات اذا ثلاثة في الوحدات بالنسبة لعشر نقط عشرة كم حصلت من بطاقة حصلت على خمس بطاقات اذا خمسة بالنسبة للمئات كم من مرة حصلت على البطاقة اربع بطاقات يعني اربعة اذا على المئات حصلت على اربعة في العشرة حصلت على خمسة وفي الوحدات حصلت على تلاتة. اذا سوف نمثلها في هذا نعم في هذه الخانات. اذا بالنسبة للمئة اربع مرات يعني اربعة في مئة اربع مرات. اربعة في مئة اربع مئة. خمسة. خمسة في عشرة خمسون. ثم تلاتة. تلاتة في واحد تساوي تلاتة. يعني تلاتة وحدات. نمثلها اه في هذا المعداد. اذا بالنسبة للوحدات تلاتة. ثلاث حلقات بالنسبة للعشرات خمسة خمس حلقات بالنسبة للمئات أربعة أربع حلقات إذن حصلت تسليت على أربعمائة وثلاثة وخمسين نقطة وحصل أزار على أربعمائة واثنان وخمسون إذن من الفائز؟ سوف نقارن بين هذين العددين أربعمائة وثلاثة وخمسون أربعمائة واثنان وخمسون هذين العددين يتكونان من ثلاث أرقام سوف نقارن بين رقم المئات رقم المئات أربعة رقم المئات أربعة لهما نفس يعني رقم المئات سوف نقارن بين العشرات رقم العشرات خمسة رقم العشرات خمسة إذن لهما نفس رقم العشرات سوف نقارن بين رقم وحداتهما إذن رقم الوحدات 2 رقم الوحدات 3 إذن 3 أكبر من 2 إذن هذا العدد أكبر من هذا العدد إذن 453 أكبر من 452 إذن من الفائز؟ الفائز هو تسليس إذن تسليس هي الفائزة نعم ننتقل إلى تمرين ثاني ألون البطاقة المناسبة لكل كتابة بالحروف لكل عدد إذن ألون البطاقة المناسبة لكل كتابة بالحروف لكل عدد إذن كتابة بالحروف وهذه الأعداد يعني بالأرقام سوف نلون البطاقة المناسبة لكل كتابة إذن 770 نعم هنا إذا أشكل علي أمر بالنسبة لي 700 عندما أسمع المئات فإن العدد يتكون من 3 أرقام إذن 700 دائما وحدات عشرات مئات إذن 700 7 في المئات 70 هل لدي وحدات لا إذن 70 عشرات يعني 70 عشرات 70 يعني 70 عشرات إذن هذا هو العدد المطلوب إذن 770 إذن سوف ألون 770 نعم أنتقل لي العدد الثاني إذن العدد الثاني 707 إذن دائما 700 نعم 700 7 في المئات 707 7 هل تمثل عشرات؟ لا هل تمثل وحدات؟ نعم 7 إذن أكتب 7 في الوحدات والعشرات ليس لدي عشرات إذن فيها صفر إذن 707 إذن وأبحث عن 707 إذن وأبحث عن 707 ننتقي إلى العدد الثالث إذن العدد الثالث إذن العدد الثالث 777 وسبعة 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 وحدات وسبعة وسبعة وحدات وسبعون سبعة وعشرات إذن هذا هو العدد المطلوب سبعمائة وسبعة 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 إذن سوف ألون سبعمائة وسبعة وسبعة نعم أنتقل إلى تمرين الرابع نعم إذن تمرين الرابع أحيط أقرب مئات إلى العدد المعروض في البطاقة إذن هذه الأعداد المعروض في البطاقة أحيط أقرب مئات يعني هنا عدد مئات أعداد مئات كلها أعداد مئات سوف أحيط أقرب مئات إلى العدد المعروض في البطاقة الأولى مئة وتلاتة معها مئة مئتان تلاتة ومئة إذن ما هو أقرب مئة إلى هذا العدد إذن مئة وتلاتة هل أقرب إليها مئة أم مئتان أم ثلاثمائة مئة وثلاثة إذن فإن مئة هي الأقرب إليها إذن أحيط إذن مئة هي الأقرب إلى مئة وثلاثة ننتقل إلى الفتاقة الثانية ثلاثمائة وأربعة وتمانون إذن ما هي المئة الأقرب إليها ثلاثمائة وأربعة وتمانون ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة إذن ثلاثمائة وأربعة وتمانون فإنها أقرب إلى 400 897 ما هي المئة الأقرب إليها؟ هل 700 هل 800 هل 900 إذن فإنها قريبة من 900 بمعنى أتميم إذن سوف أتميم إذن أتميم 8090 إذن بماذا؟ يعني ما هو الفارق بين 8090 إذن ما هو الفارق بينهما؟ يعني ما الفرق؟ الفرق بينهما 8090 الفرق بينهما هو 10 يعني أننا سوف نزيد بالعشرة مثلا إذا أشكل علي الأمر ولم أعرف يعني ما هو العدد الذي سوف أضيف إذن سوف أعمل عملية طرح يعني أسهل طريقة سوف أعمل عملية طرح إذن عملية طرح مثلا 90 ناقش 80 سفر ناقش صفر صفر 9 ناقش 8 واحد إذن سوف أضيف عشرة يعني الفرق بين 80 و90 هو عشرة إذن سوف أضيفه بالعشرة إذن سوف أضيفه عشرة 80 أضفنا عليها عشرة 90 سوف نضيف عليها عشرة 100 سوف نضيف عليها عشرة 110 سوف نضيف عشرة 120 كذلك شيء نفسه مع هذين العددين 750 800 إذا أشكل علي الأمر أقوم دائما بعملية طرح 800 ناقش 750 سفر ناقش صفر صفر سفر ناقش خمسة لا يمكن أستليف واحد من العشرة عشرة ناقش خمسة خمسة أنزل الواحد وأضيفه إلى السبعة لسوص بيحة تمانية تمانية ناقش تمانية صفر إذن ما هو العدد الذي سوف نضيفه هو خمسون يعني سوف نضيف خمسون إذن سبع مئة وخمسون تمانية نضيف خمسون نضيفه دائما يعني دائما كل مرة نضيفه خمسين يعني إذن تمانية وخمسون نضيفه خمسون نضيفه كذلك خمسون تسع مئة كذلك نضيف العدد خمسين إذن تسع مئة وخمسون إذن سبع مئة وخمسون تمانية تمانية وخمسون تسع مئة تسع مئة وخمسون ستة وتسعون تمانية وتسعون العدد يعني العملية سهلة تمانية وتسعون ناقص ستة وتسعون تعطي دائما أغضح بالنسبة للمبتدئين نعم إذن تمانية وتسعون ناقص ستة وتسعون تمانية ناقص ستة اثنان تسعة ناقص تسعة صفر إذن اثنان الفرق بينهما هو اثنان إذن سوف نضيف كل مرة 2 إذن 96 أضفنا 2 98 نضيف 2 98 زائد 2 هي 100 100 زائد 2 102 102 زائد 2 104 إذن أولا مع هذين العدادين 98 أضفنا 10 750 98 أضفنا 50 96 98 أضفنا 2 يعني أولونه أكبر عدد بالأحمر إذن أكبر عدد سوف أولونه بالأحمر ويعني أصغر عدد أولونه بالأزرق إذن سوف أبحث عن أكبر عدد لنلونه بالأحمر إذن 301 99 258 574 635 إذن دائما في المقارنة نقارن لكي نعرف أكبر عدد هناك عدد يتكون من رقمين هذا هو الأصغر بقية الأعداد التي تتكون من ثلاثة أرقام إذن دائما نقارن بين المئات إذن 300 200 500 600 إذن نقارن بين 3 2 5 6 إذن ما هو أكبر رقم للمئات هو 6 يعني هذا هو أكبر عدد سوف نلونه بماذا؟ بالأحمر أو روش أكبر رقم للمئات أكبر رقم للمئات إذن سوف نلونه بالأحمر وأصغر عدد سوف نلونه بالأزرق إذن أصغر عدد إذن هذه الأعداد أربعة هذه الأربعة تتكون من ثلاثة أرقام وهذا العدد يتكون من رقمين العدد الذي يتكون من رقمين أصغر من الأعداد التي تتكون من ثلاثة أرقام إذن 99 هو أصغر عدد إذن سوف نلونه بالأزرق أكتبوا الأعداد المطلوبة بواسطة الأرقام المقترحة أكتبوا الأعداد المطلوبة يعني هذه الأعداد المطلوبة بواسطة الأرقام المقترحة إذن هنا 617 594 إذن بالنسبة لهذه الأرقام الأولى إذن 617 ماذا طلب منه أصغر عدد إذن أصغر عدد سوف أكتبه في هذه البطاقة وأصغر عدد يتكون من هذه الأرقام إذن إذا أردت أن أكتب أصغر عدد فإنني أبدأ بأصغر رقم إذن 617 ما هو أصغر هذه الأرقام؟ هو واحد إذن أبدأ بواحد ثم بقي 6 و7 أصغر هذين الرقمين 6 وما الذي يليه 7 إذن 167 أصغر عدد في الجهة المقابلة أكبر عدد إذن أكبر عدد سوف أبدأ بأكبر رقم أكبر رقم في هذه الأرقام هو 7 بقي واحد وستة أكبر هذه الأرقام 6 ثم واحد إذن 761 هو أكبر عدد ننتقل إلى المجموعة الثانية دائما أصغر عدد سوف أكتب وأبدأ بأصغر رقم أصغر رقم 5 9 4 أصغر رقم هو 4 بقي 9 و5 أصغر هذين الرقمين 5 ثم 9 إذن هذا هو أصغر عدد 450 وأكتب هنا أكبر عدد أكبر عدد أبدأ بأكبر رقم أكبر رقم هو في 5 9 4 أكبر رقم هو 9 إذن أبدأ بـ 9 ثم 5 وأربعة أكبر هذين الرقمين هو 5 ثم 4 إذن أكبر عدد هو 905 وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر